السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا محمد ابعارب ونحن النهاردة في كابسول 5 طيب انت قبل كده في الكابسول اللي فاتت كنت مقسم الناس لنوعين الناس تعبانين عندهم سكر ما بيحبوش الحاجة المسكرة فكان هما اي ووي ويو وزي كان بيجي بعديهم الحاجة الدلعة وناس ما عندهمش سكر بيعشقوا حاجة اسمها سكر كان هي وشي وقت النهاردة جدوا جدوا او صنف ثالث بيحبوا الحاجة المملاحة اللي هي مملاحة بقى وفيها شطة وفيها توابل من اللي بيحب الشطة الشطة عندنا اللي هو طبق الING اللي بيحبه معي هو يبقى محدش بيحب في الاكل بتاعه شطة اللي طيب بص للجملة اي درينكس ولا درينكس ولا درينكينج تي طب هل الجملة دي فيها الولد ام فيها اس فيها ار لا يبقى الING برا طيب هبدأ بعد كده فرق عندي ما بين الانفينيتيف والاس من اللي بيحب الانفينيتيف هو الاي طيب بعد كده عندي الولد ام رجع تاني هون الام ده بيحب الشطة فين طبق الشطة اللي هو في ing حتى بص كده هتلاقي اكبر طبق ليه؟ علشان محطوط عليه طوابل وحدات محطوط عليه حاجات زيادات كتير نفس الكلام بص كده شي درينك ولا درينكس ولا درينكينج تي انا هسكت شوية وشوفك انت هتجاوب ازاي يلا بينا شي درينك ولا درينكس ولا درينكينج تي طبعا هنا مفيش ام ولا از ولا ار يبقى مفيش طبق شطة هشوف اني واحد فيهم اللي بيحبوا الشي شي ما عندهو السكر يبقى بيحب السكر نفس الكلام هنا ادي شي معاها از يبقى از اللي هو بيحب الشطة هياخد ال ing طبعا ممكن يجيلي في الاكزام كده يجي يقولي they are helping mom استخدم هي حاضر يبقى انا هنا هنزل هي مكان زي طب هي مبيحبش ار هينزل بدله مين از وهكمل جملتي وطبعا هنا الرجل ميدي لك شوية نوتس زي اني مثلا ام بتحب اي واس بتحب هي وشي وات وار بتحب وي وي وذي وانا هنا هقولك اني ار برضو بتحب البلولر وي اس بيحب السنجلر اللي هو المفرد اتمنى ان انا اكون في التك اتمنى ان انت تكون مركز معايا في الحاجات دي عنشان هتجي في الاكزام ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة